منتخب مصر لكرة اليد يكتسح منتخب أمريكا في بطولة كأس العالم لكرة اليد السويد وبولندا 2023 بمشاركة سبع منتخبات عربي منتخب مصر فرحنا النهاردة بفوزه في المباراة الثالثة على التوالي وتصدره للمجموعة منتخب مصر ابتدى المباريات بفوز على منتخب كرواتيا العنيد بعد كده فاز على منتخب المغرب الشقيق وفي آخر مبارياته اليوم منذ قليل يقصو على منتخب أمريكا ويفوز منتخب مصر 35 ل16 فرق 19 هدف فرق كبير جدا لصالح المنتخب المصري المنتخب المصري كان في نزهة النهاردة كان في حصة تدريبية استعدادا للدور الرئيسي بسم الله ما شاء الله مستوى المنتخب المصري يجعل الجماهير المصرية والعربية تأمل في بلوغ المنتخب المصري إلى المربع الزهبي في كأس العالم لكرة اليد 2023 السويد وبولندا النهاردة كان آخر أيام مباريات الدور التمهيدي في الدوري المجموعات والنهاردة كان 8 مباريات اتلعب 4 مباريات الساعة 7 بتوقيت مصر مصر فازت على أمريكا 35-16 وللأسف منتخب الجزائر ينهزم أمام ألمانيا 21-37 ويذهب المنتخب الجزائري إلى كأس الرئيس ينتظر مواجهات في كأس الرئيس الدورة الترتيبية من المراكز 24 وحتى 32 أما المنتخب المصري فتأهل بالفعل إلى الدور الرئيسي الدور القادم أيضا الأرجنتين فازت على مقدونيا 35-26 أيضا بنبارك لمنتخب البحرين الشقيق فوزه على منتخب بلجيكا 30-28 مبروك أيضا للمتخب البحريني اللي تأهل إلى الدور الرئيسي الدور التاني مباريات النهاردة الأربعة التانيين اللي هتلعبوا الساعة 9 ونص قطر هتلعب سربيا الساعة 9 ونص على قناة الكأس القطرية أيضا المنتخب المغربي الشقيق ضد منتخب كرواتيا في مباراة صعبة جدا على قناة الرياضية المغربية وهولندا ضد النرويج على قناة بين سبورت HD1 ومباراة تونس ضد دنمارك أيضا مباراة صعبة جدا لمنتخب تونس الشقيق على قناة التونسية الوطنية الوطنية التونسية عندنا ساعة 9 ونص القطر ضد سربيا المغرب ضد كرواتيا هولندا ضد النرويج تونس ضد دنمارك النهاردة منتخب مصر شفنا تقلق واضح وبارز لكل لعبي المنتخب المصري حتى حارس المرمى اللي نزل في الشوط التاني محمد علي اللي نزل بديل للحارس الأساسي كريم هندوي أخذ جيزة رجل المباراة محمد علي بن باركلو ألف مبروك لمحمد علي الوحش المصري الفرعون المصري المتواجد في حراسة المرمى طبعا الجزائر تذهب إلى كأس الرئيس البحرين ومصر إلى الدور الرئيسي منتخب تونس لابد أن يفوز على المنتخب الدنماركي إذا كان يريد التأهل إلى الدور الرئيسي بعد فوز البحرين أصبحت الأمور صعبة جدا جدا للمنتخب التونسي المنتخب القطري تأهل بالفعل إلى الدور الرئيسي كل التمنيات لمنتخباتنا العربية اللي موجود في الدور الرئيسي واللي موجود في كأس الرئيس إن شاء الله يعملوا نتائج مميزة بإذن الله هنتابع مع بعض بعد نهاية مباراة تسعة ونصف الأربع مباريات هنقول لكم على نتائج المباريات اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته